طلب مواطنوحي 234 مسكن ببلدية تعريب من السلطات المحلية بتوقيف بناء عنات الريفية في المساحة المجاورة لمسجد عمر بن الخطاب وتحويلها إلى مدرسة قرآنية كما كان مقررا من قبل المساحة البلدية نحاولنا البطاوات واليوم البلدية ونحن نريد أن نجدها إلى المسجد الجامعة ما شيء قد ينتعى إلى الآخر هذه يوم ندر فيها مدرسة قرآنية نحن ندر فيها إعانة عبرهم الإعانة ونحن نريد أن نجدها مساحة الجامعة ومدرسة قرآنية إن شاء الله رئيس اللجنة الدينية لمسجد عمر بن الخطاب رد على اتهامات المواطنين وأعضاء لجنته مؤكدا حرصه على بناء المدرسة القرآنية ونحن الآن نحضر بعد عملية جبعة التبرعات التي فاتت في شهر عشر فيفري نحن بصادة تحضير إلى عملية بناء المدرسة القرآنية نزاع بين أفراد اللجنة الدينية الواحدة لمسجد عمر بن الخطاب من شأنه أن يعود سلبا على إكمال أشغال بناء المسجد وبناء المدرسة القرآنية التي ينتظرها سكان الحي بفارغ الصبر ترجمة نانسي قنقر